احنا هنشتغل الوردية عشر ساعات في اليوم. في الوردية الواحدة نصف طن يعني عند في الشهر خمستاشر طن. هيكون عندي الربح او هامشي الربح بتاعي اه حوالي الفين جنيه في الطن الواحد. ده صافي بعد كل المصاريف بتاعتي. يعني هيكون عندي تلاتين الف جنيه ارباح. الفين في خمستاشر طن. حوالي تلاتين الف جنيه او صاف الروح بتاعي تلاتين jeff جنيه في الشرق. مشاريع النهاردة عزيزي مشاهدين ومن افكار المشاريع الصغيرة الغير مكلفة اطلاقا وبرأس مال بسيط جدا. مكينة صغيرة ممكن تشتغل بها من بيتك اللي هي قدام حضراتكم. وهزي المكينة لها مميزات كتير جدا. سعرها غير مكلف وسعرها بسيط ومناسب لناس كتير جدا. من الناس اللي حابة تبدأ مشاريع النهاردة. مشاريع النهاردة وهو صناعة المكارونا او مكينة صناعة المكارونا. مشاريع النهاردة ان شاء الله تنفيذه سهل وبسيط. رأس ماله ومش كبير وغير مكلف. عايد الربح بتاعه ممتاز جدا. هنتكلم في البداية على بعض النصيح المهمة قبل بداية المشروع. بعدين نتكلم على التجهزات الاساسية للمشروع. بعدا نتكلم على موصفات المكينة ومميزاتها وعيوبها. كمان نتكلم على المواد الخامن مطلوبة لصناعة الماكرونة. وبعدين نتكلم على مراحل التصنيع والتعبئة والتكفيف لهذا المشروع. ما كده نتكلم على اسعار المكينات واماكن البيع. ونتكلم على العمادة المطلوبة وتسويق هذا المنتج. طبعا مشروع الماكرونة او مشروع صناعة الماكرونة من المشاريع المربيحة جدا. وما فيش بيت اه عربي او مصري بياخله من منتج الماكرونة. ممكن ننفذ مشروع النهاردة من البيت وده بمكينة صغيرة لها القدرة على انتاج جميع الاشكال وبيعتبر هذا المشروع من المشاريع عن ناكحة جدا في الوطن العربي. نجي نتكلم رقم واحد على بعض النصائح المهمة قبل بداية المشروع. قبل بداية مشروعك لازم تحط نفسك خطة لدراس المشروع او دراس الموضوع بداية من شراء المكينة للتسويق للبيع لشراء المواد الخام. لازم تنزل السوق وتعمل دراسة للطلب العرض للمنتج من المصانع بالنسبة للمواد الخام وتجار الجملة وتجار التجزئة بالنسبة للمنتج النهائي. بعد نهاية الدراسة لازم تعرف كمان موصفات المكينة واسعارها والمكان اللي انت هتبدأ فيه مشروعك وازاي هتحصل على المواد الخام وازاي هتوزع المنتج النهائي بتجمع كل التكاليف دي في ناحية وجميع الارضات في ناحية تانية وتشوف الفرق بينهم هل ارباح ولا لقدر الله خسارة. فدي حاجة بهم جدا قبل بداية مشروعك لانت تعرف كل تفاصيل عن المنتج من التكاليف ومن ناحية الارضات. بالنسبة للتعجزات التاسفية لهذا المشروع. عندنا رقم واحد الموقع. ممكن تنفس في البداية هذا المشروع في غرفة من المنزل او محل صغير. لان الماكينة طبعا بتشتغل بالكهرباء المنزل العادية كهرباء متين وعشرين فولت. حاجة تانية المساحة. المساحة هنا ممكن تبدأ المشروع بمساحة لا تقل عن اربعين متر. وده نظر لان الماكينة حجمها صغية زي ما قلت لك. الحاجة التالتة الترخيص. الترخيص هنا مهمة لحاجة واحدة بس ان انت لو عملت اسم نفسك علامة تجارية يعني انت هتحتاج الترخيص. تحتاج السجل الصناعي والبطاقة الضرابية والشهادة الصحية وترخيص تعبية وتغليف. وده في حالة بداية المشروع خارج المنزل. الماكينة هنا لها تقاطة انتاجية مختلفة. هسيب لحظاتكم رابط فيه صندوق الوصف بيه وصل لك للموردين ليه شراء هزي الماكينات ممكن تدخل على على كل الروابط وتشوف الماكينة المناسبة لك. من مميزات عيوب مكينة النهاردة. المميزات رقم واحدة للمكينة تأتي معها اصطنبات او اوالي مختلفة. في مكينات بيجي معها سبع اصطنبات وماكينات بتصل الى ستاشر اصطنبا. طبعا الاصطنبا او القالب اللي هي اشكال المكارونة المختلفة. وده عشان تشتغل فيه اكتر من نوع او في اكتر من شكل من المكارونة. طبعا العجينة تبقى واحدة. لكن اشكال المكارونة هي المختلفة. الحاجة التانية منها هزي المميزات ان اتطاقة لانتاج الماكينة تصل الى متين كيلو في اليوم الواحد. وفي ماكينات بتصل الى اه تلتمية وربعمية وخمسمية ده بالنسبة للماكينات الصغيرة. الحاجة التالتة من هذه المميزات ان الماكينة بتعمل بكهرباء المنزل عادية متين وعشرين فولت. اما الخط الكامل فبيشتغل على كهرباء تلتمية وتمانين فولت. الحاجة الرابعة من المميزات ان الماكينة لها ضمان سنة ضد عيوب الصناعة. حاجة الخامسة ان الماكينة مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى. وده لمنع الصدى بها. طبعا ان بتصنع منطق غزائي. فلازم يكون كل مكونات الماكينة من او الفلازة المقاوم للصدى. تلتمية واربعة او تلتمية وستاشر. اه الحاجة الستة سعر الماكينة مخفض جدا بالمقنة بامكانياتها. اما عيب الماكينة الوحيد ان الطاقة الانتاجية لها لا تتعدى من تلتمية الى خمسمائة في وليوم الواحد. طبعا ده لو اشتغلت على حسب انت تشغل ثمان ساعات عشر ساعات اثناشر ساعة ورديتين ستاشر ساعة اه لكن متوسط حجم انطاقة الانتاجية للمكينة من تلتمية الى خمسمائة كيلو genom الواحد. طبعا ده انتاجية قليلة بنسبة لمصانع المكرونة كبيرة, بتشتغل بخطوط انتاج آآ طاقتها انتاجية عالية جدا. تصل الى عشر او خمساشر طن وممكن اعلى من كده. لكن انت في بداية مشروعك لازم تبدأ بتكاليف قليلة ومكينة صغيرة لو تلتمية كيلو في اليوم او خونسمائة كيلو يعني في الشهر حوالي تسعة طن او خمساشر طن فدي حاجة كويسة جدا في بداية مشروعك. المواد الخاملة احنا محتاجينها في صناعة المكرونة مواد خام سهلة جدا واعتقد ان هي موجودة في فول الدول العربية. لقم واحد دي السميك وده اماكن عديدة ممكن تشتري منه على حسب بلدك والاغلب من تجار المواد الغذائية. لكن حاول تشتريه من المصدر عشان يكون التكلفة اقل عليك. حاجة تانية بنحتاج المية لحاجة التالتة الملح وده طبعا حاجته متوفرين سهولة. لحاجة التالتة السفار البيض ودي آآ عشان تدي المكرونة لون اصفر. في بعض المصانع هنا بيستخدم لون طبيعي او لون صناعي. لكن طبعا ده مضر بالصحة. فحاول يكون ليك منتج آآ جيد آآ في ناحية الجودة عشان يكون ليك اسم كويس في السوق. نجي نتكلم على مراحل تصنيع المكرونة. رقم واحد بنقوم بخلط المواد الخام واضافة الماء بكميات وأوزان مدروسة من متخصص. يعني هنا لازم يكون معاك حد متخصص في صناعة المكرونة. طبعا مشروعك هنا قائم على جودة المنتج بتاعك آآ انت في بداية مشروعك لازم يكون في حد آآ معاك لان طبعا آآ كلنا نبدأ في هذا مشروع ما عندناش اي خلفية على طريقة الصناعة فلازم هنا طريقة الصناعة يكون في حد معاك في البداية على الموضوع الصناعة مش صعب خالص لكن انت في البداية لازم تستعين بمتخصص في هذا المجال. رقم واحد نقوم بخلط المواد الخام واضافة الماء بكميات وأوزان مدروسة ووضعها في مكينة آآ تصنيع المكرونة. بعد كده بنقوم بوضع المكرونة في اقفاص من البلاستيك وتكفيفها عن طريق توجيه مروحة عليها. بعد ما تجف المكرونة بنقوم بتعبية المنتج سواء في اكياس صغيرة بوزن آآ نص كيلو او كيلو او شكاير بوزن عشرة كيلو وخمسة وعشرين كيلو ده له بتبيع آآ لي الجملة. بالنسبة للتعبئة والتكفيف المشروع تصنيع المكرونة. التعبئة هنا عندها خيارين لتعبية المكرونة. بيتم بتحديد التعبئة حسب اختيار العميل. لو انت هتقوم بتعبئة المنتج بأوزان عشرة وخمسة وعشرين وخمسين كيلو او كياس صغيرة بوزن كيلو او نص كيلو. ده حسب طريقة البيع وطلب العميل. ممكن التعبئة هنا تكون بشكل يدوي بواسطة الميزان الالكتروني صغير. وماكينة لحام آآ ده في حالة تعبئة نص كيلو والكيلو. او ان انت تشيري مكينة تعبئة نصف اوتوماتيك او تعبئة اوتوماتيك حسب مراحة تطوير المشروع. وانصحك في بداية المشروع انت تقوم بتعبئة الشكاير الخمسة وعشرين كيلو. وده لسرورة التعبئة وسرورة التسوي. اما بالنسبة ليه التكفيف فيه بيكون عندك اقفاص من البلاستيك ومروح. بعد وضع المواد الخام في المكينة بتقوم بوضع اقفاص البلاستيك تحت المكينة. ده لجمع الانتاج. بعد كده بتقوم بتوجيه المراوح على الاقفاص البلاستيكية لتكفيف الماكرونة وبعد كده بيتم تعبئتها. بالنسبة لاسعار المكينات. اسعار المكينات زي ما قلت لك المكينات تتحدد حسب الطاقة الانتاجية للمكينة. كل مكينة لها طاقة انتاجية مختلفة عن التانية. هسيب لك رابط زي ما قلت لك في سندوق الوصف بيوصلك لجميع المكينات المعروضة في الفيديو. مكينات صغيرة وكلها مكينات في المتناول ان شاء الله. لكن متواصل سعر للمكينات يبدأ من ربعمائة وخمسين دولار. اما خط الانتاج الكامل طبعا سعر مكلف جدا حوالي خمسة واربعين الف دولار. نجد نتكلم على حاجة مهمة تاني وهي العمالة المطلوبة لهذا المشروع. في هذا المشروع نحتاج تلات عمال بيتم توزيحهم كالتالي. رقم واحد عامل على المكينة لتغذية المكينة بالماد الخام. العامل التاني بيقوم بحمل الاقفاص البلستيكية المعبئة بالمنتج. وده عشان تكفيفه وتوجيهه باتجاه المروح. اما العامل التالت بيقوم بتعبئة المنتج النهائي فيه شجار خمسة وعشرين كيلو. او عشرة كيلو حسب المطلوب من العميل. اما في حالة تعبية المنتج فيه اكياس بوزن نصف كيلو او كيلو تحتاج الى اتنين عمال. بالنسبة ليه التسويق لهذا المشروع? ممكن تسوق منتجاتك على كتير من الاماكن. طبعا انت في البداية عملت دراسة للسوق من ناحية الطلب العرضي. وعرفت ايه هما العملاء المستهدفين لهذا المشروع وهذا المنتج. رقم واحد عمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر وعرض لمنتجات عليها. كون بشكل مستمر وشكل دوري بشكل جذاب. ملفت النظر بيكون كمان عليها ارقام التواصل الخاصة بيك. ممكن كمان تسعين بشركة للدعاية والاعلان عشان تعمل لك اعلام مول في الصفحة بتاعتك ودي حاجة مهمة جدا انت تصل لاكبر عدد من العملاء المستهدفين. حاجة التالية توزيع المنتجات على المطاعم والفنادق ومحلات الكشري. وده بيكون عن طريق آآ مناديب تسويق. او عن طريق آآ الصحب المشروع في بداية مشروعك. حاجة التالتة ممكن توزع كمان منتجات على تجار بقليات وتجار موات غزائية. كمان ممكن توزع على محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت. ودي حاجة برضو آآ يعني بتفيدك جدا الهايبر ماركت طبعا لو وصلت انت توزع عليه هايبر فانت توزيعك هيكون بشكل يوم وبكميات كبيرة. حاجة الخامسة ممكن توزع عليه مصانع التعبئة والتغليف المنتجات الغزائية. ودول بيحتاجوا المنتج بكميات كبيرة خمسين كيلو خمسة وعشر كيلو وهم بيبدأوا يعابوه على مياكينة التعبئة والتغليف الخاصة بهم. بالنسبة لهامش الربح المتوقع لهذا المشروع. زي ما قلنا احنا هنشتغل وردية عشر ساعات في اليوم متوسطها. اقدر انتج في الوردية الوحدة نصف طن يعني عندي في الشهر خمستاشر طن. هيكون عندي الربح او هامش الربح بتاعي آآ حوالي آآ فين جنيه في الطن الواحد. ده صافي بعد كل المصاريف بتاعتي. يعني هيكون عندي تلاتين الف جنيه ارباح. الفين في خمستاشر طن حوالي تلاتين الف جنيه او صف الرح بتاع تلاتين الف جنيه في الشهر. ده زي ما قلنا بعد عملية كل المصاريف. طبعا النهاردة الطن بتباع بحوالي خمستاشر الف ومئتين. احنا في شهر سبعة سنة وتلاتة وعشرين. ده سعر النهاردة. الطن الماكارونا بتعبي عشرة كيلو. سعره حوالي في مصر النهاردة خمستاشر الف ومتين جنيه. طبعا اه ارباحه زي ما قلنا في الطن الواحد حوالي الفين جنيه. ان هو بتبع بعد كده في محلات التجزئة بحوالي عشرين الف جنيه بالنسبة للطن يعني الكيلو بعشرين جنيه. ده طبعا ربح كويس جدا اه الفين جنيه في الطن. يعني في الشارع زي ما اطلاق تلاتين الف جنيه فدي ارباح ممتازة جدا بالنسبة لهذا المشروع بهزي الامكانيات بمكينة صغيرة بحاجات كلها غير مكلفة. وفيما بعد ان شاء الله فيما راح لتطوير ممكن تستعين بمكينة تانية او تستعين بخط انتاج اعلى. طبعا مكينة النهاردة اه العب ده الحلوحيد اللي هي انتاجية قليلة. نصر طن يعتبر يعني انتاجية قليلة بالنسبة للمشروع. لكن طبعا في مكنات انتاجات اعلى. في مكنات اه طن في اليوم وخمسة طن وعشرة طن وانتاجيات اه اعلى من كده. لكن احنا بنقول في البداية نبدأ مشروعنا بدون تكاليف كبيرة. ده كان مشروع النهاردة عزيزي مشاهدين. مشروع صغير غير مكلف. ده كان مشروع النهاردة عزيزي مشاهدين. من المشاريع اللي زي مطلق افكار المشاريع الصغيرة السهلة التنفيذ. نفذها في البيت بكل سهولة. وكمان تسويق وسهل جدا. ما فيوش اي مشكلة. اه كل ما عليك صفحة على الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي. ان شاء الله يكون من المشروع المربوحة جدا. ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك. وكمان دعمنا الكبير من حضراتكم بيت ضغط على زر اللايك. دي حاجة مهمة جدا. وده عشان الفيديو يوصل للجميع. اتمنى لكم ان شاء الله داوم التوفيه في حياتكم العملية. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.